النهاردة عيد ميلاد واحدة من الفنانات المبدعات اللي لها بصمة خاصة في كل عمل شركة فيلم ومثلة الفنانة الكبيرة سلوة محمد علي يحل اليوم عيد ميلاد الفنانة سلوة محمد علي ولدت سلوة محمد علي في عام 1964 وعاشت بمنطقة القلعة الشعبية وتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية وعملت لسنوات كممثلة على خشبة المسرح تزوجت من المخرج المسرحي الراحل محسن حلمي الذي رحل عن عالمنا في ديسمبر عام 2019 وآخر أعماله هو مسرحية ليلى من ألف ليلى لم تحصل الفنانة سلوة محمد علي على دور البطولة المطلقة حتى الآن على الرغم من أعمالها العديدة التي قدمتها ويرجع ذلك لتركيزها الكبير في تقديم أدوار تعبر عن الأم أو الزوجة أو الصديقة أو المرأة المصرية بأشكال مختلفة لازم تيجي لنقص حاجة سافرت أمريكا وكملت تعليمه بس مع الرجل لنا مش بحبه رجعت مصر للرجل لنا بحبه حققت سلوة محمد علي الشهرة بفضل أداء دور الخالة خيرية في مسلسل الأطفال عالم سمسم خالة خيرية، كورسة لو حضرتك طيبة متشكرها قوي يا خوخة، وانت طيبة ما تنسوش تعدوا علي عشان نطفي الشمع سوا وقدمت دبلاج شخصيات عديدة في أفلام ديزني الخاصة بالأطفال منها رويلا في 101 كلب والضبع الشرير في الأسد الملك وشقيقة سندريلا من أهم أعمالها بالسينما، الأبواب المغلقة وجاءنا البيان التالي وأسرار عائلية وفتاة المصنع قدمت كذلك عددا من الأعمال الدرامية أبرزها، بنت اسمها ذات، سيرة حب، الحارة، حارة اليهود، والأعلى سعر، ورمضان كريم ونصيبة واسمتك الجزء الأول، وأرض النفاق وطايع ترجمة نانسي قنقر